موسيقى أهلا بكم إلى مجزي الأنباء في المستهل سشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون فجر الأربعاء في سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غز وأفادت مصادر طبية محلية باستشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين إثرى قصف صهيوني استهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعود بالمدينة كما قالت مصادر أخرين الاحتلال قصف منزلا بمخيم شابورة وسط رفح ومنزلين بمخيم يبنى جنوب المدينة دون وقوع إصابات هذا وقت حمت قوات الاحتلال الصهيوني مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت عددا من الكوادر الطبية والنازحين فيه وأكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بعدها على شبان النازحين داخل المجمع بعد أن أمرتهم بإخلائه وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اقتحم شهر في بريل الماضي مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة وحولته إلى تقنة عسكرية بعد هدم سوره الجنوبي والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف قالت صحيفة جارديان بريطانية إن الضغوط البرلمانية تزيد على حكومة المملكة المتحدة لحضر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ولفتت الصحيفة إلى توقع أكثر من 130 برلمانيا بريطانيا على رسالة موجهة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون يحطونه فيها على ضرورة الذهب نحو هذه الخطوة وتسلط رسالة البرلمانيين البريطانيين الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى آخرها كندا التي أعلنت الأسبوع الماضي تجاهها نحو وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الأربعاء ثلاثة فلسطينيين من محافظة رامالله والبيرة بينهم زوجة الشهيد المجاهد بركات منصور وفق ما أفادت به مصادر إعلامية محلية وأضفت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت لميس منصور وهي زوجة الشهيد منصور وابن عمه فراس عبد الحميد منصور وشابه نضال جبارين وذلك بعد مدهمة منازلهم وتفتيشها في قرية دير أبزيغ غرب رامالله فيما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من مخيم الأمعاري جنوب المدينة أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل مستوطن متأثرا بإصاباته بعد سقوط سواريخ أطلقت من لبنان على مستوطنة كريات شمونة إضافة إلى تسجيل إصابات بعضها بجروح خطيرة وأضافت المصادر ذاتها أن حريقا اندلع في مبنى بالمستوطنة بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان فيما تعمل خمسة فرق أو فرق إطفاء على إخماد النئران في المباني والمركبات هذا ودوت سفارات الإنذار عدة مرات الأربعاء في مستوطنات الجليل الأعلى وفي مستوطنة كريات شمونة ومحيطها أعلن حزب الله لبناني قصف مستوطنة كريات شمونة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقيادة اللواء 769 في تقنة كريات شمونة بعشرات صواريخ وأكد حزب الله في بيان أن قصفه كريات شمونة يأتي ردا على المجزر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في بلدة الهبارية جنوب لبنان مشددا على أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب وفق تعبيره ختام المرجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة